مسلم من موسكو دكتور مسلم الآن رغم الحديث أو الاستخفاف بهذه المنظومة من قبل الرئيس الروسي مثلا لكن هل يغير باتروت أو هل ذهب إلى تغيير حسابات موسكو بشأن مدى الحرب ونطاقها ولو كانت كييف ضعيفة كما قال بوتين لماذا لم تنتهي الحرب بعد؟ مساء الخير إلاك والمستمعين لضيفيك الكريمين وشكرا قبل الجواب على ذلك لابد من الملاحظة لمقدمتكم التي كنت أتوقع أنها مقدمة من مصر تبين أنها مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن المعاناة التي تتعرض لها أوكرانيا وعن قبلة الحياة من البتريوت والطائرات الصينية التي تحلق في مقربة من اليابان ولم تتحدث كلمة واحدة عما يتعرض له الشعب الروسي في الدنباس منذ سمان سنوات وقتل 13 ألف شخص لا عفوا دكتور نحن نتحدث الآن نعم لك الحق طبعا بهذه الرؤية دكتور لكن فقط لتوضيح لحضرتك وأيضا ربما لمن له نفس الرؤية نحن نتحدث عن واقع حال الآن واقع حال ميداني الآن على الأرض هناك رغبة أوكرانية بالحصول على سلاح معين وهناك تفوق على الأرض أيضا محسوب للروس كما يقول المحللون فهو الموضوع ليس انحياس طرف لطرف نتحدث عن الميدانية الآن على الأرض والحديث عن المنظومات الدفاعية ومنظومات الهجومية هذا موضوع الحلقة عفوا دكتور نعم نعم ولكن تحدثتم عن المعاناة هو لم تذكروا أي معاناة مما صار في منطقة دنباس عفوا ننتقل الاستخفاف ليس بأوكرانيا وهذا لا يعودنا عليه لا أي قائد روسي وخاصة الرئيس بوتين الاستخفاف بما يقدمه الغرب لأوكرانيا من أجل إطالة أمد الحرب وهذه الصواريخ البتريوت التي يعتقدون أنها كانت ستحسم المعركة لماذا لم يقدمها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا في بدايتها إذن هي فعلا من أجل إطالة أمد الحرب وزيادة المعاناة وهم لا يعنيهم لا الأوكراني ولا الروسي في هذه الحرب لأنهم يعرفون تماما أن في المحصلة أوكرانيا ستكون مع روسيا بالإضافة إلى مسألة البتريوت أنا أوافق مع ضيفك من القاهرة بأن هذه منظومة ستعقد قليلا لكنها لن تغير مجرى المعارك هناك مثلا أو ثلاث أمثلة يمكن استشهاد بها عندما قصفت العراق إسرائيل بالصواريخ لم تستطع منظومة البتريوت اعتراض صاروخا واحدا عندما قصفت بالأسلحة التقليدية البسيطة اليمنيين لبعض المراكز في الخليج العربي وأحدى المطارات لم تستطع البتريوت اعتراض أي طائرة مسيرة عندما انتقلت طائرة مسيرة من كوريا الشمالية بالتأجهة كوريا الجنوبية واستضمت بأحدى الطائرات لم تستطع أطسن البتريوت القيام بأي ذا هذه مجرد دعاية إعلامية ونحن نعتقد أن أوكرانيا لن تستلم أسلحة أكثر تطورا مما في الخليج وفي إسرائيل وفي كوريا الجنوبية إذن نحن نرى بذلك هو فقط محاولة أمريكية لإطالة أمد الحرب وإطالة أمد المعاناة التي تشهر لها إعلاميا من أجل دفع الدول الأوروبية لزيادة الدعم والمساعدات العسكرية لأوكرانيا على أساس أن الولايات المتحدة تضحي بأهم ما تمتلكه وأنتم سميتوه قبلة الحياة يعني أن أين هذه التسمية لم أعد أستوعبها أبدا على كل روسيا واضح تماما موقفها هي لم تتعرض ولم تتعرض للشعب الأوكراني كل ما تقصفه هو مراكز المتحدة لم تتعرض للشعب الأوكراني وماذا عن قصف البلد التحتية التي تخص الشعب الأوكراني وهي الكهرباء وغيرها يا سيدي نعم تقصف البنية التحتية المزدوجة الاستعمال التي يستعملها لجيش الأوكراني والمرتزقة في نقل الأسلحة وفي تشغيل معداتهم ومصانعهم للأسف أن القيادة الأوكرانية لا تأخذ بعين الاعتبار أن هذه البنية التحتية هي مدنية أيضا لكنها تستعملها عسكريا وهذا يفرض على روسيا قصفها وأنتم تلاحظون ليس هناك ضحايا مدنيين في كل هذا القصف من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تتعرض لها قصفها فقط يوم رأس السنة فندق ينزل به المرتزقة من الدول الأوروبية فقط وكان هناك عدد كبير من المرتزقة تم قضاء عليهم في هذا الفندق في وسط كييف شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة